أهلا أصحابي نهاردة نعرض لكم كسة جديدة من كسس الأنبياء يلا بسرعة أسفكم مع الكسة يارب تعجبكم ياد جاهز أحكيلك كسة جديدة من كسس الأنبياء تحب الكسة بتاعتنا النهاردة تكون عن إيه طبعا جاهز يا ماما أنا حابب قوي إن أنا أسمع كسة سيدنا نوح عليه السلام والسفينة بتاعته تمام يا حبيبي أحكيها لك حالا بعض ربنا سبحانه وتعالى سيدنا نوح لقومه علشان يضعهم لعبادة الله الواحد الأحد لأنهم كانوا بيعبدوا الأصنام والتماثيل لكنهم ما استجبوش أبدا لسيدنا نوح ورفضوا إنهم يؤمنوا بالله وفضل سيدنا نوح يدعو قومه لعبادة الله وما يقس أبدا ملمدة تسعمية وخمسين سنة استخدم سيدنا نوح كل الوسائل الممكنة علشان يقنع قومه يا ماما يا خبر تسعمية وخمسين سنة وبردو قومه ما اقتنعوش يلا نشوف اقتنعونا لقوا نكمل الكسة يلا يا ماما يلا سيدنا نوح يا اياد يتكلم معاهم بلطف ودعاهم في الليل والنهار وفي العلن والسر وفي دل يضرب ليهم الأمثال ويشرح ليهم الآيات ويبين ليهم قدرة الله في الكائنات وبالرغم من كل ده أوليل جدا منهم اللي آمن بالله وأغلبهم اتهموا بالجنون وصخروا منه وكذبوه وحاولوا يمنعو ان يستمر في الدعوة لكن سيدنا نوح استمر في الدعوة وهم استمروا في إزاقهم لي واستهزاقهم بي فغضب عليهم ربنا سبحانه وتعالى ومنع عنهم المطر وفدل سيدنا نوح يأكد لهم انهم لو أمنوا بالواحد الأحد ربنا هينزل عليهم المطر من جديد ويجعل ليهم أنهار وجنات في الأرض وحكى لهم عن عظمة ربنا سبحانه وتعالى وقدرته قوته لكنهم كانوا رفضين جدا يسمعوا فراح سيدنا نوح لربه واشتكاله قومه فأمر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا نوح ان يصنع سفينة عظيمة وقال له انه هينزل عذابه على قومه وهيعقبهم وعقبهم هيكون الطوفان فاستجاب سيدنا نوح لأمر الله وبدأ يسمع السفينة وكان كل ما حد من قومه يعدي عليه كان بيصخر منه ولما انتهى سيدنا نوح عليه السلام من بناء السفينة أمر ربنا سبحانه وتعالى ان ياخد معاه في السفينة من كل حيوان الزقر والأنسة وياخد من كل كل اللي آمن بالله معاه في السفينة وبدأ الطوفان ونزل ربنا سبحانه وتعالى مطر كتير جدا من السماء وخرجت مياه كتير من الأرض وعليت السفينة وكل ما ارتفعت المية ارتفعت السفينة وحاول الناس اللي بره السفينة ينقذوا نفسهم لكن ما ادروش أبدا ونادى سيدنا نوح عليه السلام على ابنه علشان يركب معاه السفينة لكنه ماسمعش ليه أبدا ومي ماسمعش كلام أبوه وافتكر انه هو هيقدر يهرب للجبل بعيد عن المية لكنه غري مع باقي قومه اللي غرقوا يا خبر يا ماما ويئه حصل تاني بعد كده يا اياد كل الكفار لما غرقوا أمر ربنا سبحانه وتعالى الأرض انها تبلع المية وأمر السماء انها توقف أمطرها وأمر السفينة انها تستقر في مكان حدده سبحانه وتعالى يعني توقف في مكان معين سبحان الله سبحانه وتعالى حدده ان هي تقف فيه ونشفت الأرض وبدأت حياة المؤمنين وانتهت حياة المشركين وبكده تكون خلصت كسة سيدنا نوح يا رب تكون عجبتك يا اياد يا ماما ما شاء الله دي كسة روعة جدا أنا بحب قوي كسس الأنبياء كل يوم هستنك تحكيلي الحدده دي يا ماما اصحابي الحلوين اتمنى تكون الكسة عجبتك اشوفكم ان شاء الله في كسة جديدة من كسس الأنبياء ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو واشتراك للقناة اشتركوا في القناة